موسيقى صباحكم سعيد مشاهدين وأهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من قناة الأخبار المغربية امفانتكات بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم مصطفى فارس وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة المحزنة لأسرة الفقيد ومن خلالها لكافة أهلها ودويها عن أصدق عبارات التعازي والمواساة مستحضران جلالته ما كان يتحلى به الفقيد من غيرة وطنية صادقة وكفاءة مهنية عالية أبان عنها بمختلف المسؤوليات والمناصب الحكومية الثامية التي تقلتها اختتمت يوم أمس أشغاله الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظير الإسباني بيترو سانشيز وبمشاركة وفد إسباني هام إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة المغربية هذا وعبر البلدان في الإعلان المشترك الذي توج أشغال هذا الاجتماع والذي عرف توقيعا نحو عشرين اتفاقية عبرا عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهم على الدوام وأكد رغبتهما في إثرائها باستمرار أبرز مضامين هذا البيان في ورقة لشيمة بكة توجت أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا التي اختتمت الخميس بالرباط بصدور إعلان مشترك أعرب خلاله الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهم على الدوام وأكد رغبتهما في إثرائها باستمرار وبموجب هذا الإعلان يلتزم البلدان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح رابح وأكدت الحكومتان تمسكهما بالحفاظ على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها ونوهت إسبانيا بدينامية الانفتاح والتقدم والحداث التي يشهدها المغرب في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلال الملك محمد السادس التي تتميز بالخصوص بالنموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة والاستراتيجية الوطنية لتنمية المستدامة والورش الجديد للتضامن الاجتماعي وأكد البلدان في هذا الإعلان المشترك عزمهما على تقوية تعاونها في مجالات محاربة الإرهاب والهجرة الدائرية والنظامية وجاء في الإعلان المشترك أيضا أن البلدين الذين يشتركان في إرث ثقافي وإنساني فريد مدعوان إلى تطوير رصيد إنساني جديد وبخصوص قضية الصحراء جددت إسبانيا موقفها الذي ورد في الإعلان المشترك بطاريخ 7 أبريل 2022 عقب اللقاء بين صاحب الجلال الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز عقدت الحكومة مجلس الأسبوعي برئاسة رئيسيا السيد عزيز أخنوش خصص لتقديم عرض قطاعي حول برنامج فرصة حصلة إنجازات سنة 2022 وبرنامج العمل برسم سنة 2023 والتداور والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبق للفصل الثاني والتسعين من الدستور التقرير لصفية عثمان إنعقد برباط مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش وفي مستهل أشغال المجلس تتبع مجلس الحكومة عرضا قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث أكدت أنه سيتم تخصيص غلاف مالي يقدر بمليار درهم فصل 25 برسم سنة 2023 لبرنامج فرصة بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون يتعلق بأكاديمية الحسن ثاني للعلوم والتقنيات وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيتاس في ندوة صحفية انعقدت عقب هذا المجلس أن هذا المشروع يأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية الحسن ثاني للعلوم والتقنيات إثر ذلك صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وبعد ذلك صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهم تعويضات ومصاريف أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ومن جهة أخرى صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان اهدف هذا المشروع إلى موأمة اختصاصات الوزارة في علاقاتها مع البرلمان مع اختصاصات هذا الأخير في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وما يمليه ذلك من ضرورة استجابة تنظيمها مع جميع الأنشطة البرلمانية وأيضا في علاقتها مع المجتمع المدني انسجاما مع استراتيجيتها الجديدة في هذا المجال وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقبا عقاد مجلس الحكومة أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة ستخصص دفعة تاسعة لمهني قطاع النقل من أجل التخفيف من تقلبات الأسعار سوف يتم صرف الدفعة التاسعة لمهني النقل باش نخفو على الناس اللي كيستعملوا هذا النقل اللي تكلمت عليه في هذه الندوة الصحفية غير ممرة وباش نتحكمه في التضخم اللي كان يقس بعض المواد خاصة اللي يتم منقلها مما من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب وخلال رده على سؤال بخصوص بعض الإشكالات المتصلة بإلحاق المستفيدين من نظام راميد بالتأمين الإجباري عن المرض أكد السيد مصطفى بيتاس أن الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير حكامة ورش التغطية الصحية وأن عملية الإلحاق تتم بشكل تدريجي واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا تبقى للفصل الثاني والتسعين من الدستور إلى الأخبار الدولية أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي يوم أمس أن بلاده تستحق أن تبدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وقال زيلنسكي بعد محادثات مع رئيسة مفاوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فوندرلين أعتقد أن أوكرانيا تستحق أن تبدأ هذا العام مفاوضات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي وأضافاً المزيد من الاندماج مع التكتل الأوروبي سيلهم الأوكرانيين ويمنحهم حافظ للقتال ضد القوات الروسية وتستضيف كييف اليوم قمة رفعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في خبر آخر قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مقابلة تلفزيونية أن موسكو تسعى لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة لأراضي روسيا مضيفاً أن بلاده لم تطلب أي دعم مادي من منظمة معاهدة الأمن الجماعي حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التقرير لأسامة العمراني الغرب يسعى لهزيمة استراتيجية لروسيا وكل ما كثف تزويد كييف بالأسلحة بعيدة المدى زادت الحاجة لدفعها بعيداً عن الأراضي الروسية التأكيد أدلى به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أدناء مقابلة تلفزيونية وأشار المتحدث ذاته إلى أن روسيا تسعى إلى إبعاد قوات كييف بعيداً عن حدودها لإنشاء منطقة عازلة آمنة مضيفاً أن الغرب يعمل بشكل علني على تصعيد الصراع في أوكرانيا وبخصوص مفاوضات السلام بين الجانبين أكد لفروف أن روسيا لا ترفض قراراً الوصول إلى تسوية النزاع مع أوكرانيا لافتاً إلى أن موسكو لم تطلب أي دعم مادي من أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي حول العملية العسكرية في أوكرانيا وهو تحالف تقوده موسكو ويضم كل من أرمينيا وبيلاروسيا وقرغزستان وطاجكستان تجداح معظم مناطق الولايات المتحدة هذه الأسابيع عاصفة شتوية مصاحبة للثلوج كثيفة مما أدر القطاع الطيار الكهربائي وأعلنت عدة ولايات حالة الطوارئ ومن بينها أوكلاهوما وكينتاكي فيما ستنخفض الحرارة بشدة وصولاً إلى تكساس في جنوب البلاد التقرير لشيماء جبران عاصفة تلجية غير مسبوقة لم تشهد الولايات الأمريكية المتحدة مثيلاً لها منذ خمسين عاماً ولايات بأكملها متشحة بالبيض تعكس حالة التغير المناخي في العالم عاصفة شتوية تسببت في هضول أمطار متجمدة وسقيع مما تسبب في انقطاع الطيار الكهربائي على نطاق واسع فيما لا يزال حضر التجوال مفروضاً في عدد من المدن الأمريكية التي تجدحها العواصف والتي أدت إلى محاصرة الأسر في منازلهم المسؤولون يطلبون من السكان البقاء في أماكن وجودهم وأخذهم المزيد من الحضر وبحسب مسؤولين فبالرغم من انحصار العاصفة التي أبرزت تقادم البنيات التحتية الأمريكية إلا أن التحدي الأكبر يثمتل في فيضانات محتملة تجدح البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة ودوبان سريع لثلوجي في وقت لاحق افتتحت بسنغال أشغال قمة داكار الثانية حول تمويل البنيات التحتية في إفريقيا تحت شعار الحفاظ على زخم نحو بنيات تحتية عالمية في إفريقيا بمشاركة ممثلي بلدان إفريقية من ضمنها المغرب التقرير لردوان مستقيم تحت شعار الحفاظ على زخم نحو بنيات تحتية عالمية في إفريقيا تم افتتاح أشغال قمة داكار الثانية حول تمويل البنية التحتية بإفريقيا بمشاركة ممثل بلدان إفريقية ضمنها المغرب حفل افتتاح هذا اللقاء المنظم على مدى يومين تميز بكلمة الرئيس السنغالي ماكي سال رئيس الاتحاد الإفريقي بحضور الرئيس الرواندي بول كاكامي بصفته رئيس لجنة توجيه رؤساء دول وحكومات النيباد وعدد من الشخصية الإفريقية الكلمات تطرقت بالأساس للمشاكل التي تعرفها البنية التحتية بالقارة الإفريقية فيما يتعلق بالتمويل مع التأكيد على الدور الذي يمكن أن يطلع به القطاع الخاص في هذا الشأن وعلى مدى يومين سيكون الهدف هو تعبئة القطاع الخاص حول عشرين مشروعا للبنية التحتية العالمية تم تحديدها كأولويات لتعزيز التنمية السوسيو اقتصادية والمبادلات القارية ونعود للخبر الوطني حيث أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم أمس بأن تقسا باردا متواقع بعدد من أقاليم المملكة بدرجات حرارة تتراوح ما بين ناقل سبعة وتسعة عشر درجة وذلك ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الاثنين المقبل وعضحت المديرية في نشرة اندارية من المستوى البرتقالي أن عمالات أقاليم ميدلت وإفران والحوز وبولمان وصفرو وأزلال وخنيفرة وبني ملال وتازة وجرادة وتنغير وفيقيك ستعرف درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقل سبعة وناقل ثلاث درجات وعليا ما بين سبعة وأربعة عشر درجة وعضف المصدر ذاته أن عدة عمالات وأقاليم أخرى ستعرف درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقل ثلاثة ودرجتين وعليا ما بين أربعة عشر وتسعة عشر درجة في موضوع آخر تواصل مؤسسة محمد الخامس لتضامن تقديم المساعدات اللازمة للسكان القرويين بأقليم الظلال من المتضررين من موجة البرد القارس التي تشتح حاليا هذا الجزء من المملكة شيم أبكا وتفاصيل القافلة الإنسانية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل تعبئة مواردها لإيصال المساعدات الغدائية والأغطية لساكنة القرى بجبال إقليم الظلال المتضررة من موجة البرد القارس المسجلة حاليا ما يقارب أربعة آلاف أسر بعيدة دواوير بالإقليم توصلوا برزم الأغطية والأغطية فيما تواصل الأطقم البشرية والآليات اللوجستية المعبئة عملها لإيصال المساعدات الإنسانية للساكنة المتضررة من قصاوة التساقطات الثلجية التي تجعل التنقل أمرا صعبا هذا الدواوير كلها كتواجد في واحد المرتفعات التي تتجاوز بعد أحيان ألفين متر لأسطح الأرض وكل أسراء تستفيد من حصة مكونة من الأغطية الأساسية بالإضافة إلى أغطية هذه الأمليات التي تتم لحد ساعة تتم تنصيق ودعم سلطة المحلية لأن الولوج لهذه المناطق وتوصيل هذه المساعدات الغدائية كي يتم بواحد طريقة صعبة وللحد من تداعيات موجة البرد القاسية التي تشتاح عدة مناطق من المملكة تعمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من أجل تسهيل تسليم المساعدات في ظروف جيدة رياضيا بعثة نادي سياطل ساوندرز الأمريكي وصلت لمطار تنجى الدولي للمشاركة في كاس العالم للأندية لكرة القدم ويستهل نادي سياطل ساوندرز بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكرايبي مشواره في كاس العالم للأندية يوم الرابع من فبراير بملعب طنجى الكبير بمواجهة نادي الأهل المصري التقرير لشيماء شبران بمطار تنجى وصل فريق سياطل ساوندرز الأمريكي للمشاركة في كاس العالم للأندية بعد تأهله إلى هذه المصابقة العالمية التي تنظم للمرة الثالثة بالمغرب وإحرازه لقب دور أبطال كونكاكاف وذلك بتحقيقه الفوز على بوماس المكسيكية نحن سعداء لوصولنا إلى هنا فهذه المباراة ضد الأهل ستكون تحديا فهي أيضا مواجهة صعبة علينا دائما أن نحترم الخصم وعلينا ثقة في قدراتنا ما دمنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة كما أن الاستقبال كان لطيفا للغاية وهو ما سيساعدنا على التحضير الجيد للمباراة الفائز في مقابلة الأهل المصري ضد سياتل ساوندرز الأمريكي سيواجه في نصف النهاية فريق ريال مدريد بطل أوروبا على رقعة ملعب الأمير مولي عبدالله بالرباط كانت هذه آخر مواد نشراتنا تفاصل أوفع عن أخبار المغربي والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني شكرا لكم على رتيب المتابعة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر